شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدقوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن عزيزي المشاهدين مساء الخير أهلا بكم معينا وحلقة جديدة مع العلم والعلماء وبرنامجكم وعلماء من بلدي دفنا النهاردة عزيزي المشاهدين أستاذ في علم المناع بكلية العلوم جامعة طنطة حاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الأسسية لعام 2018 الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم مدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعة طنطة مدير مركز التميز لأبحاث السرطان جامعة طنطة أستاذ دكتور محمد لبيب سالم نال في كلية العلوم جامعة طنطة البكريليوس تخصص علم الحيوان عام 1984 الماجستير 1989 الدكتوراه كانت إشراف مشترك ما بين جامعة طنطة وكلية الطب جامعة كيوشو باليابان عام 1995 عديد من المهمات العلمية مهد السرطان بإيطاليا أيضا ذهب لليابان وولاية المتحدة الأمريكية والصين في مهمات علمية مختلفة استاذ دكتور محمد لبيب سالم نشر في دوريات دولية 109 بحث له 8 براءات اختراع 5 فصول في كتب دولية 5 كتب بالإنجليزية و2 بالعربية عضو هيئة تحرير 17 دورية سواء كانت محلية أو دولية بلغ عدد الاستشهادات المرجعية بأبحاثه 5067 استشهاد أشرف على 85 رسالة علمية بجامعة طنطة وجامعة أخرى كباحث رئيسي أو مشارك في 29 مشروع بحثي تطبيقي ممول حكم 80 بحث في دوريات علمية عالمية حكم 49 رسالة علمية و13 مشروع بحثي استاذ دكتور محمد لبيب سالم نال العديد من الجواز ومظاهر التقدير والتكريم بالإضافة للتقديرية مؤخرا نال التشجعية 2003 والتفوق 2009 جيزة جامعة طنطة التقديرية في العلوم الأسسية 2015 جيزة النشر العلمي لجامعة طنطة الثلاث سنوات الأخيرة عدد كبير من الدروع وشهادات التقدير يصل لـ 44 تكريم من جامعات ومؤسسات علمية ونقابية وجامعيات وغيرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور محمد لبيب سالم الحائز مؤخرا على جيزة الدولة التقديرية في العلوم الأسسية لعام 2018 استاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطة أهلا بحضرتك معنا وألف مبروك الجائزة الله يباريك بحضرتك أهلا بحضرتك يعني نبدأ بالجائزة أكيد جائزة مشرفة لمشوار عالم وأكيد حدد كنت سعيد بهذه الجائزة ولكن خلينا نتكلم على ما بين جائزة جائزة الدولة التقديرية وآخر جائزة يعني طبعا للدولة طبعا هي جائزة التفوق كانت في 2009 هو مشوار بس أكيد لي أثر عليك بعد جائزة التفوق فالأثر بعد التقديرية ممكن يكون شكله إيه؟ بتفكر لإيه؟ هو بالطبع يعني أنا شخصيا مش بشتغل عشان الجوائز زي زي كل الناس يعني لكن لما بتيجي الجائزة بتبقى مسؤولية فحقيقة أنا يمكن المسؤولية لما حصلت على جائزة الدولة للتفوق كانت المسؤولية طبعا مزي حاليا وكذلك التفوق كانت أعلى لما حصلت على التشجيعية لأن جائزة الدولة التشجيعية بيبقى لوحد في بداية طريقه فبتدي له دفعة أنه هو يستمر يدي المسؤولية الشخصية ومحدودة بالمناخ العلمي اللي حواليه سواء كان طلابه أو المؤسسة اللي بيشتغل فيها بتزداد المسؤولية دي مع جائزة الدولة للتفوق وده حصل أنه هو لازم يستمر في التفوق لازم يستمر في العطاء العلمي وبطريقة متميزة فبيحسب لنفسه جدا التحرقات العلمية اللي بيعملها المخرجات العلمية عشان يظل دايما على قدر المسؤولية والجائزة اللي هو بيحمل لما لما حصلت على جائزة الدولة التقدرية لأن دي توسام كبير جدا فهي كان وانا لما كان طلابي في ناس كتير كرموني الجامعة والكلية والقسم والطلابي وجهات مختلفة حتى اتحاده كتاب لكن يمكن طلابي كان اكتر تقدير انا قلت لهم هذا يمكن ده متعلق بالاجابة على رب حضرتك قلت لهم انا شعرت بمسؤولية كبيرة جدا ان انا لازم اكون على قدر احد العلماء المصرين يحصل على جائزة الدولة التقدرية بيحس ان هو يزيد من مدرسة العلمية يزيد من انتاجه العلمي مش كما لكن نوعا ان هو يتحدى او يتعرر لي مشكلات حقيقية ويزيد فيها فاتصور الجوائز مع ان احنا ببنشتغلش عشان الجوائز لكن لما بتأتي لا بتحط الباحث او العالم في اطار المسؤولية ان هو يظل على قدر المسؤولية وعلى قدر العطاء اللي هو ادى قبل كده فده اللي انا بشعر به وسعيد به بس يعني دكتور محمد لبيب سالم يعني خلينا نقول ان هو على قد المسؤولية من زمين من بداية دراسته يعني التفوق ده يعني دليل على تحمل المسؤولية وانه كان قد المسؤولية التفوق واصبح معيد فخلينا نتكلم على الفترة دي فترة الجامعة والتفوق فيها اختيارك لقسم علم الحيوان وتعينة معيد هو طبعا زم حظك قلتي التفوق ما بيبقاش وليد الصدفة هي بتبقى حاجة في الانسان وحاجة بتكتسب للانسان فيعني طبعا التفوق في مرحلة الجامعة اللي بناء عليه حصلت على او تعينت معيد ده كانت بداية المسؤولية الحقيقية وكانت كانت موجودة طبعا قبل كده مسؤولة ان انا طالب فيمكن انا عندي زي ما عندي ناس كتير ان هو الانسان بيبقى جاد في عمله وانا باعتبر فترة حتى ان الواحد طالب دي عمل في حد ذاته ان انا بشتغل كطالب بشغلتي يعني وانا مؤمن بحديث عن عمر صلى الله عليه وسلم ما معناه ان الله ورسوله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ده في المقام الاول بغدى نظره بيحبه وقال ما يحبهش فما بال بقى حضرتك لو بيحبه فانا كنت بحب جدا مادة البيولوجي وبعشقها وما زلت بعشقها عشقي يعني عن المواد الاخرى فده كان سبب للتفوق لكن خدتها لما تعينت المعيد كان فيه مسئولية وازدادت المسئولية لما حصلت على الماجستير وعشان كده كانت دي مرحلة انتقالية كبيرة جدا لما حصلت على الماجستير كان في تخصص معي أنا كنت بحبه جدا لكن بدأ من واقع المسئولية ان انا ادور على تخصص جديد طب انا بس عايزة ارجع لكلمة المسئولية يعني هو الواحد بيتولد بيها هل البيئة مؤسرة يعني الام والاب ممكن هما يقدموا للابن فكرة انه لازم يتحمل المسئولية هل ده احساس شخصي بانه انا لازم ابقى كده انا عشان انجح ابقى فعلا اتحمل المسئولية وبقدها يعني ايه الاصر جايب دي هو الاصر في المقام الاول اللي هو الكفاح الانسان لما بيكون عايز هدف معين وعوامل نقول ايه انها مسهلة ويحصل على الهدف ده فبيكافح جدا 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 عشان يوصل فده بيبقى مسئولية في حد ذاته بتيجي مسئولية الاب او المسئولية الواحد بياخدها من الاب فانا والدي على الله رحمة الله عليه كان جاد جدا ياخد كل الامور في العمل بالذات بطريقة جدية وكنت دايما انا معجب جدا بشخصيته في هذا الموضوع حتى لو كانت زيادة عن اللزوم معاه لانا انا كنت بحبها وعلى فكرة والدي ما كانش متعلم يعني ولكن كان في صفات الانسان القائد والملتزم جدا فانا كنت بعشق في هذه الشخصية ففي جزء من الاسرة خاصة الاب بالنسبة لي في جزء من التكوين الاجتماعي انك بتكافحي عشان توصل الهدف كبير فده يعني بيبقى بيضع حضرتك او صاحب المسئولية ده في هذا القالب يعني بالاضافة الى الاساتسة اللي بداريسه لله انه ممكن جدا لو الواحد ارتبط باستاذ جاد جدا وبيشجع الطالب فده بتضيف او نقدر نقول انها بتسقل المسئولية وده حصل بعيد فاكر حد موالي اه طبعا 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 يعني اممكن اكتر شخصية في كل مرحلة كان فيه شخصية فمرحلة الابتدائية كان فيه طبعا استاذي واستاذ جيلي في بلدي انا من دهتورة قرية اسمها دهتورة على النيل فكان استاذنا الاستاذ عبدالعاطي طبعا ده كان طباخ طبعا استاذ جيلي كله في القرية فكان عنده مسئولية كبيرة جدا تجاهل للطلاب ويديهم دروس خصوصية مجانا فانا عشقت ده منه وتعلمت ده منه وبطبقه حاليا حقيقا لو الاهتمام بالأزر منه بالطلبة أو بالطلبة لانه ممكن الواحد يبني في الطلبة بناءات غير عادية غير عادية بعد كده في مرحلة الاعدادية والسانوية كان فيه والسانوية بالتحديد لان الاعدادية مرحلة انتقالية شوية لكن في مرحلة الاعدادية السانوية كان فيه مدرس السيد مأمون بتاع اللغة العربية احببني جدا جدا في اللغة العربية وخاصة في الشاعر والأدب والاستعارات فتأثرت بي جدا ولو كان عايش ربنا يديله صحة ده يأثر فيه جدا بدماثة خلقه وعلمه الغزير وتوضعه دول ثلاث صفات إذا وجدوا في أي أستاذ أين كانوا ابتدائي أو لا بيبقوا بتفرق كتير جدا للطالب اللغة بيبحث عن أستاذ مش كل الطلبة طبعا بيبحث عن أستاذ فمرحلة الجامعة طبعا فيه أسادسة كتير جدا مش عايز يعني أقول حد معين حتى في اليابان كان أستاذ الياباني كان بالنسبة لي مثل رائع لأنه عطاء وعنده مدرسة كبيرة جدا وكذلك في أمريكا فالأستاذ هنا قدوة للمسؤولية كبيرة جدا وده اللي أنا بحاول أن أنا أكون بقى هذا الأستاذ بأخذ من هنا شوية ومن هنا شوية وبحاول أطبق دائما بس يعني وإحنا طبعا برنامج بيكلم عن العلم بس أنا أفهم لما يبقى متأثر في مرحلة سنوية بمدرس لغة عربية ويخليه يحب اللغة العربية لدرجة أنه دكتور لبيب سالم يكون عنده روايتين ومجموعات قصية وكتب بموضوعات وعنوين مختلفة يعني النزعة الأدبية موجودة عنده وبيمارسها كمان يبقى المنطقي كان يدخل أي كلية أدبية مش يدخل كلية العلوم فالمفارقة دي برضو جاتي هو حقيقي؟ آه ده حقيقي وأنا فعلا كنت يمكن قلت لحضرك من قبل التسجيل إن أنا كان عندي هوايات المفروض تدفعني لتجاه أدبي أكتر منه لتجاه العلم لكن أنا كنت عاشق لمادة البيولوجي وحسن حظ أن أنا كملت في العلوم لأنه مش كل أديب بعالم ولكن لو عالم بأديب ده بتطفي نوع من الخصوصية في المادة الأدبية اللي بديها لأنه بيمتلك أدوات إلى حد ما صعبا للآخر يمتلكها حتى لو أرى عنها لكن العالم بيبقى شاف الحاجة تحت المايكروسكوب أرى عنها شافها في المعمل فبيقدر يطوحها من فده تزوج العلم بالأدب هنفرد مساحة في البرنامج للموضوع ده يعني أكيد فضولنا يخلينا نبقى عايزين نعرف إيه الموضوعات والقلم دخل في الروايات أو حتى المجموعات القصية المختلفة بس يعني شوية لازم نمشي في المسيرة العلمية ونتكلم على بداية بقى مرحلة مهمة للباحث وهي مرحلة الماجستير وموضوع الماجستير كان عن إيه؟ موضوع الماجستير كان طبعا فيه تخصص اسمه بالإنجليش كومبراتيب أنا بالعربي اللي هو التشريح المقارن يعني ده تخصص مهم جدا لأي حد بيبتدي حياته العلمية في مجال البيولوجي خاصة في علم الحيوان أو العلم بالطب الحيوان البيوميديكال فبيقدر يتعلم تقنيات كتير جدا أساسية أنا استفدت جدا من الماجستير فكلنا بنشوف يعني نموذج حيوان تجريبي اللي هو بيصاب بالسكر لوحده من غير ما تدخل جيني أو تدخل أي حاجة وكنا بنشوف بقى إيه العوامل البيئية وإيه التشريح بتاعه والأخره ده كان موضوع التشريح الهيستولوجي على النسيج والأخره فكان موضوع جميل جدا وخلاني بعد ما خلص الماجستير أفكر أتعمق في الأمور أكتر أن أنا أتحول من مجرد دراسات اللي هي أساسية إلى دراسات ممكن تطبقها يعني فأنا استمتعت بداف الماجستير وكان موضوع شيء فبدأت أفكر طب إيه اللي ممكن أن أنا أعمل حاجة وفي نفس الوقت يعني بحوث معينة ويبقى لها تطبيق في الواقع ده كان تفكيري في هذا الوقت يعني فأنا ابتديت الماجستير سنة 86 بعد طبعا ما خلصت الجيش وبعدين أنهيته 89 بعد ما خلصت بدأت أقرأ إيه العلوم اللي أنا ممكن أكون حبيبة جدا فاكتشفت علم اللي هو المناعة فهذا الوقت كان عدد الباحثين في المناعة كان أليل جدا جدا وفي القسمة عندنا في هذا الوقت ما كانش فيه يعني هذا التخصص موجود ومتفرد يعني أنا يعني يعني دورت على التفرد آه ده صحيح يعني كان ده الهدف آه طبعا طبعا وطبعا أستسيسي ساعدوني في ده يعني مع أن المفروض كان الطبيعي أن أنا أمشي في نفس التخصص اللي أنا هما وطبعا ده أبدأ أن أنا أعد سنتين تماما أقرأ في هذا الموضوع وده طبعا كان غريب شوية أن المفروض أن بعد الماجستير يبتدى الدكتوراه فهذا بيخلص الدكتوراه أسرعيا لكن ده ما كانش عامل بالنسبالي أنا كان أهم أن أنا زي ما حالك قلت أكون فعلا متفرد مش عشان أكون متفرد لا عشان حاجة أنا عايز أثبت نفسي فيها وهتكون شيء جديد يفيد بعدك المتالي مش حاجة وحشة أن الواحد يبقى عايز أنه يبقى متميز ومتفرد يعني صحيح وده حصل فطبعا أعدت سنتين أقرأ في المناعة بس مش فاهم أوي يعني يعني معلومات كتير لكن حسنا ضبابية لحد ما قررت وقلت لازم يبقى فيه أن أنا أسافر للخارج يعني فكان فيه فرصة أن أنا حصلت على منحة وسافرت اليابان كان قدامنا يعني أن أنا أسافر أكل فده برضو كان تميز لأن كان المفوض أن أنا بطبيعة الحال كان عندي علاقات مع ألمانيا وأمريكا وهولندا ففعلا قررت الألمانيا فبعدما أعدت أفكر قلت ده تاريخ طبعا يعني فعادت لما أفكر في ألمانيا قلت طب وينط أن ليه أن الواحد ما يفكرش في مدرسة علمية جديدة نهائي مختلفة وفيه زمل كتير راحوا ألمانيا وأمريكا فكان ده برضو تفرد فيمكن ده اللي بساعدني على التميز أن أنا أفكر دايما في اتجاه مختلف شوي واتجاه كويس يعني مش اتجاه برضو ففكرت في اليابان وكان طبعا تجربة غنية جدا أدت إلى زمل كتير جدا تابعوني في هذا الموضوع فأنا سعيد بده يبقى أكيد نعرف هذه التجربة الغنية يعني ونفهم هي ليه غنية غنية بالنسبة للدكتور ولا بالنسبة أنه كمان اتعلم وجيه هنا قدم هذه التجربة من خلال تعامله مع طلابه وغيره طبعا هو أنا دايما دي يعني حاجة أنا دايما بجدها في نفسي دون أن أقصدها يعني حاجة بلت إن جوايا موجودة جوايا اللي هي أن أنا لما أكون رحت اليابان أو أمريكا أو الصين أو ماليزيا أو إيطاليا أو كندا أي مكان رحتها الدول دي كلها أو كوريا فدائما لما ألاقي حاجة أقول أنا لما أرجع عايز أعمل دي دي حقيقة يعني وأقيد ده أن أنا يعني في موجود في زمل كتير بهذا الشكل بس أنا أتكلم عن نفسي لأن أنا أشعر به فيمكن أطول فترة أعدتها في اليابان وبعدين أمريكا طبعا أعدت تقريبا سع سنين في أمريكا فكنت حبيث تنقل التجربة الزي هنا جدا وحدث حدث بالفعل خاصة في أمريكا نقلت طبعا من اليابان طبحت لنا عليها الأول آه يعني التجربة الواضحة جدا طبعا في اليابان فيه اللي أنا نقلتها فيه تلاتة زملاء أولا ساعتهم منهم جوم في نفس المكان اللي أنا فيه وتعلمه في نفس المدرسة اللي كانت قوية جدا ورجعوا وبدأت أن أنا أشتغل ده مع بعض الطلاب اللي هم موجودين في مصر الموضوع اللي اشتغلت عليه هناك كان إيه؟ كان عن الدكتوراه كان عن كان أيامها هرمونات منع الحمل كانت منتشرة جدا كانت هي تقريبا الوسيلة الكبرى الأكثر شيوعا ما بين السيدات يعني فكان فيه خوف من الأسار الجانبية بتشتغل ازاي بتعمل ايه؟ خاصة مع الأمراض المعادية فأنا هناك اشتغلت على علاقة هرمونات أو تأثير هرمونات منع الحمل الأنسوية وخاصة هرمون الأكثر طبعا أهمية هو الاستروجين على الإصابة بنوع معين من البكتيريا اسمه الاستيريا مونوسايتوجينزي اللي هو بيجي من أكلات معينة زي الجبنة واللبن وغيره يعني فاشتغلت عليها والإينا حاجة رائحة جدا يعني طلعنا منها خوالي سبعة بحوث أثناء الدكتوراه وأنا روحت بعد الدكتوراه كمان يعني في بس يعني أثناء الدكتوراه هل يعني بما أنها مدرسة علمية مختلفة هل هم اللي بيختاروا الموضوع ولا حدتك اللي بتختاروا لا هو طبعا بالنسبة لي أنا اللي حصل معي أن احنا اختارنا الموضوع في القسم كان فيه في القسم هنا في مصر اه في مصر لأنه يعني دكتوراه مشتركة ما بين مصر اشرف مشترك اشرف مشترك ما بين الجامعة جامعة طنطة وما بين جامعة كيوش وكلية الطب هناك لكن كان البرتكول أو البحث كانت فكرته معمولة عندنا في القسم وبعدين تم وكانت معمولة على السنة تتعامل هناك لأن ما عندناش وقتها الإمكانيات المتاحة قويا فعملنا الإمكانيات هناك لكن تصميم فكرة البحث وطورت طبعا هناك لكن تصميم ليه تأثير هرمونات منع الحامل على الخلال على المناعة تعمل فيها ايه؟ دي كانت الفكرة طورت هناك بقى أن احنا شفناها على البكتيريا اللي أنا قلت رحضرك عليها فلقينا طبعا أن حسب واتناشر الكلام ده بقى مدرسة معروفة أن هرمونات عند جرعة معينة ببلغة تأثير معاكسة عند الجرعة الكبيرة ومن هنا خلصنا أن ممكن لازم فيه أمراض معينة أو فيه عدوى معينة لازم السيدة تاخد بالها أو الطبيب كذلك لما تكون بتاخد هرمونات منع الحامل حسب الجرعة والفترة والفترة أثناء طبعا عملنا الكلام ده على حيوانات التجارب فيه ناس جوم بعدنا وعملوا الكلام ده وأجدوه نفس اللي إحنا الآن في الإنسان فكان ده يعتبر مدرسة جديدة لكن لما انتقلت الأمريكا دي كانت مرحلة بقى هو حضرتك جيت هنا مصر واشتغلت هنا وبعدين سفرت تاني بالزبط رجعت بقى جامعة طنطة طبعا رجعت الجامعة طنطة وبقيت مدرس يعني اللي هو حصل على الدكتوراه واشتغلت من 95 أو من أول 96 إلى 10 أكتوبر يعني 97 ودرست وأول آخر بس أنا عندي نهم دايما أن أنا مبقاش مقتنعة دايما بالخبرة اللي الواحد خدها خاصة عشان حضرك تعملي مدرسة علمية متميزة محتاج أنت تبقي يعني حصل على تميز ومن مدارس مختلفة مزيد من العلم يعني لأن الواحد يحصل على الدكتوراه دي الداية ده اللي أنا اكتشفته وقتها إن أنا لا محتاج أتعلم أكتر فرجعت اليابان تاني وبعدما رجعت اليابان تاني لقيت نفسي إن أنا محتاج مدرسة علمية مختلفة تماما عن المدرسة اليابانية فقررت إن أنا أسافر أمريكا وكانت بقى نقلة اللي هو بقى التجاه جديد خالص اللي هو العلاج المناعي للأورام إن أنا إزاي نستخدم الخلايا المناعية أو منتجاتها في علاج الأورام دي كانت نقلة نوعية بالنسبة لي كبيرة لأن ده كان المشروعات اللي أنا شغال عليها هناك وفي أمريكا اللي هو بقى النقل اللي قلت الحرك عليه اللي هو المصر نقل التجربة لمصر دي تمت بقى بقى قوة يعني جبت مشروع بحسي من أمريكا تعامل القسم عندنا في الكلية وشارك فيه يعني ممول من الولايات المتحدة الأمريكية آه بالكامل آه طبعا طبعا كان أيامها مبلغ كان يعني ممتاز لأن كان أيام الكلام ده كان سنة 2003 كان حوالي 30 ألف دولار كان مبلغ كويس إيه المشروع ده طيب؟ المشروع التاني طموخ قوي مع الشركة الأمريكية إن إحنا نعمل مادة يعني أو اللي بنقول عليه إيه مادة بوليمار أو مادة كيميائية يعني تؤدي إلى علاج الفايبروسيز أو اللي هو بنقول عليه التلايف التلايف الكبد الناتج عن العدوى بالبلهرسة فكان أيامها الببلهرسة ما زالت منتشرة تعرف حدث دلوقتي الببلهرسة ما عددش وكذلك إن شاء الله رايب الفيروس الكبد يعني فكان أيامها ما زال الموضوع يعني الناس محمومين به فالتلايف الكبدي؟ اللي هو في مصاحب ليه أو بسبب الببلهرسة اللي هو بيحدث في الكبد يعني فطبعا جبت مادة من هناك كنت شغال عليها وكنا بس كنا شغالينا عليها ده تعالج السلطان فلما قريت عنها لقينا إنها ممكن جدا تعالج وفعلا جبناها وعملنا نموذج معمالي كان رائع جدا و 12 الكلام ده حوالي 3 بحوث ومش كده وبس مش مهم نحنا دربنا شباب بحسين كتير فكان فرصة كبيرة جدا وحدث تطور في المعمل نفسه وكان صعب إنه يتم فدي كانت تجربة جديدة وكان أول مرة إن أنا يعني أجيب مشروعه وأول آخره من بره بالكامل الحاجة التانية إن أنا أخذت شباب بحسين مجلسين ودكتوراه حوالي أربعة للمعمل بتاعي اللي كان في أمريكا فتدربوا تدريب كامل وحصلوا من المشروعات دي على الدكتوراه دي مش بتمويل من البعثات لا 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 دول من المشروعات اللي كانت معايا هناك فده طبعا كان إفادة مباشرة لل طيب دكتور محمد لبيب سالم يعني قعد موجود في مصر فترات يعني يسافر ويرجع ويسافر ويرجع بس كان فيه مشروعات بحسية مختلفة هو شارك فيها وكان عضو فيها يعني فإحنا عايزين نتكلم على هذه المشروعات المختلفة لأنها بتكون تطبيقية يعني أمطر طيب نتكلم على هذه المشروعات البحسية بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعلى المشروعات البحسية اللي قام بيها دكتور محمد لبيب سالم سواء كان بحس رئيسي أو مشارك ولكن هو قام بمجموعة كبيرة من هذه المشاريع البحسية هنا في مصر بعد عودته من السفر تقريبا من 2010 يعني فنتكلم على أهم هذه المشاريع هي على عجالة المشروعات دي تنقسم لجزئين جزء اللي هو إنشاءات يعني بننشأ مراكز جديدة الجامعة بتوفر المكان وإحنا بنجيب الدعم من وزارة التعليم العلي أو البحس العليم دي الحمد لله عملنا أربع ملاكز منهم طبعا مركز التمييز لأبحاث السرطاء مركز أبحاث السلسامية مركز البصمة الجينية مركز المشروعات والابتكارات وهكذا وسعيدنا الآخرين أنا بتكلم عن المشروعات اللي أنا شاركت فيها شخصيا يعني بالإضافة سعيدنا أخرهم على إن هما يحصلوا على مشروعات فده بنسمي البنية التحتية وفي نفس الوقت بنجيب أجهزة تكون متفردة وتكون صعب إن حد يجيبها المشروع اللي عايزة حاجة اسمها الميجا بروجيكت البروجيكت الكبير يعني فإحنا الحمد لله كان فيه تمييز في ده حتى يسمى براكز تمييز وده اللي احنا بنبحث عنه فده الجزء الأولاني من المشروعات وده الحمد لله نجح جدا بدعم من الجامعة يعني بتدينا كل ما نصد اللي احنا عايزينه في سبيل من مكان من طاقة بشرية والآخر أو استمرارية جزء التاني بقى بحث علم البحث العلمي دي مشروعات كتير جدا سواء اتعاملت وجوه جامعة تنطا أو بالتعاون مع مثلا عندنا مشروع مع جامعة اسكندرية جامعة الأزهر جامعة قناة السويس أبحاث يعني مجلات مختلفة تاني موضعات بس أنا أنا معظم أبحاثي كلها متمركزة في حاجتين إن أنا بشوف الآلية اللي بيهرب بها اللي بتهرب بها الخلايا السلطانية من في الجسم إزاي بتهرب في الجسم إزاي بيحصل لها انتقال من مكان إلى مكان إزاي ما بتسجيبش للعلاج إزاي إزاي كل دي بأسئلة بنجاوب عنها ووصلنا طبعا لبعض الإجابات الحاجة التانية إزاي نستخدم الخلايا المناعية نقوي المناعية أو مش نقويها بس لأنها ناخد الخلايا المناعية أو منتجاتها أو النشطة وبعدين رجحها تاني على أساس إنها تهاجم الورم نفسه بدون أن تؤثر على الخلايا السليمة زي ما بيعمل إلى عجل كماو فده تفرد وده طبعا موجود برا لكن إحنا طوارنا فيه طوارنا فيه وعشان كده ده كان سبب الحمد لله أنا حصلت على الأربع جوائز تلك جوائز دولة وجوائز الجامعة التانية والمشروعات ما حدش بيدي مشروع لإذا كان فيه فكرة طبعا علمية فده ده المشروعات يعني باختصار يعني طيب يعني لدكتور محمد لبيب سالم كمان 8 براءات اختراع ورقم كبير مش قليل يعني فيعني براءات اختراع متسجلها في مصر ولا برا ولا إيه بالزبط؟ هو فيه واحدة مسجلة برا دي قبلنا ما أرجع ولكن انتهت فانا هسجلها هنا إن شاء الله وديت مهمة للغاية لأنها فيه مرضى السرطان بياخدوا علاج اسمه لما بيبقى ياخدوا العلاج كماوي بينزل عندهم الخلايا المناعية بصورة كبيرة جدا فبياخدوا علاج اسمه نيوبوجين أو الاسم العلمي جي سي سي اف فاحنا طوارنا طريقة قوية جدا في المادة دي بأن احنا نحطناها مع مادة تانية مضادة لها وخلطناهم ببعض وشفنا التأثير مقارنة بالمادة الأصلية لنا تقريبا فيه 150 ضعف زيادة فطبعا ده حاجة مهولة جدا فسجلناها برا ولكن يعني لظروف معينة أنا إن شاء الله يعني ما قدرناش تسوق فأنا ناوه إن شاء الله سجلنا كان في أمريكا إنما هنا لكن هي باسمي يعني باسمي وزميل تاني في أمريكا هنا احنا عملنا حاجة فيه عملنا نمازج نوعين اتنين من النمازج الحيوانية تحاكي مرضين اتنين وكنا بنشوف هل ممكن علاجات جديدة ليهم يعني محاولات جديدة فمرض اللي هو الالتهاب المفاصل عملنا له نموذج رائع جدا وجبنا طريقة كانت مبتقرة فعلا اللي هي مبنية على إن احنا ناخد أنتجينات أو بروتينات من الديدان البلهارسي أو الفلشولة اللي هي المفروض بتخلي الجهاز المناعي اشتغل في اتجاه معين إحنا عارفينه اللي هو مضاد للخلاية المناعية اللي هي بتعمل المرض الالتهاب المفاصل وفعلا استخدمناها وجابت نتائج جهيلة جدا فطبعا كان لازم نعمل براءت ودي عملنا عملنا تنين حقيقي واحدة خاصة بالانتجينات أو البروتونات اللي جاء من البيل هارسي من ديدان سوري من البوايضات بتاع البل هارسي وكذلك من الفلشولة فيه مرة تانية اسمه اللي هو التهاب القانون المزمن فده بيبقى له يعني مشاكل كتير معروفة يعني اللي هو الاسهال والبليدينج اللي هو الاخر وبيؤدي الى تهتك في الشاء المبطن للامعاء فاحنا عملنا النموذج ده معملي وعملنا طريقة جديدة ان هي مقارنها بالعلاجات الموجودة فلقينا الطريقة الجديدة مش هادر يعني اقولها بالتفصيل عشان هي براءة يعني لا واحنا كمان الوقت يعني احنا بايزين نلحق ماشاء الله في حاجة كتير عايزين نتكلم علي الخامسة اللي بقيين كلهم بيتكلموا في حاجة واحدة بس كل حاجة مختلفة احنا فيه المشروع الكبير اللي احنا شغالين عليه اللي هو خاص في مركز التمازل ابحال السرطان طلعنا خمس جينات كل اهميتهم في التشخيص اللي هو التنبؤ بالاستجابة العلاجية لمريض السرطان فدي طبعا يعتبر فدول سجلناهم من شهر تقريبا بس حدك قلت مثلا يعني في البراءة الخاصة بالاختراع في امريكا يعني لم يتم التسويق لي طيب يعني انا بس عايزة اتكلم بس شوي على التسويق يعني 8 براءات اختراع ويعني متسجلين يعني مراحل التسويق ايه وازاي تقدر فعلا تسوقهم عشان تبقى الحكاية تطبيقية كمان ونحس بيها هو طبعا موضوع التسويق بياخد وقت انا يمكن جبت التسويق في موضوع الاولاني لانه المادة اللي استخدمناها اللي كنا بنطورها او بنحسنها اساسا يعني وغدة ابروفال او وغدة موافقة من منظمة الاف دي ايه العالمية اللي في امريكا وبالتالي كان ممكن تطبيقها بسهولة يعني قطعت شوط كبير فخلاص اه طبعا ولكن انت عارف حظك السوق احيانا بيبقى مش مادة علمية بس او مش نتائج علمية في امور كتير جدا مش اقدر اخط فيها دلوقتي اللي هي التنفسية ونحل جدوى الاقتصادية ولكن حضرتك بتشتغل على الموضوع ده ولا لا الباحث او العالم ما بيبقاش الموضوع بالنسباله مهمة او يعرفوا حتى يقدر يعملوا بيعطلوا عن عملوا ابحاثوا ده موضوع مهم جدا لحضرك طرحتي ده عايز حلقة لوحده لانه ده فعلا موضوع في غاية الاهمية ان الباحث يكون عارف على الاقل اسس التسويق البحثي وحتى قبل ما يعرف التسويق لازم يبتدي بالمادة ايه اللي هي ممكن تسوق وهكذا لكن انا طبعا عشان انا مدير مركز المشروعات والابتكارات هنا فعند المعلومات دي عارفها وعارف واختفها دورات واختفها لكن مش كل باحث بيبقى عارفها طيب يعني المواقع الادارية مختلفة وكثيرة ما شاء الله كمان يعني دكتور محمد لبيب سلم موجود فيها في اماكن ادارية ومواقع ادارية مختلفة وانا لسه بتكلم عن التسويق وانه ممكن يعطل الباحث طب المواقع الادارية دي بتكون برضو عكس اتجاهات الباحث يعني هو مش فاضل كده للادارة ولا لا ده ممكن تبقى ماشية في نفس الاتجاه ده برضو موضوع مهم بس هي المواقع الادارية نوعين فيه مواقع ادارية او مناصب ادارية متعلقة بالادارة البحثة وفيه الادارة العلمية فالحصن حظي انا الحاجات اللي انا فيها كلها ادارة علمية يعني مركز التميز مثلا الحسس السرطان ده علمي المركز المشروعات يعني في ادارة عملك كمان بالزبط فده بيخدمني بالعكس بيخدمني جدا لان اي حاجة بادرسها او بتعلمها او بقدرها كلها بتضخف نفس الاتجاه فده الحصن حظي حقيقي يعني ودي قلمة انها تبقى ويمكن ده سبب التميز يعني للواحد اذا استطعت ان انا اقول يعني اكيد اكيد طيب يعني برضو عشان نلاقي وقت وما نقولش خلاص الوقت خلص ومشور العلمي مستمر ومشاء الله طويل جدا وحنتكلم عنه والجوائز والتكريمات المختلفة بس الجانب الادبي يعني لازم نلقي الضغط عليه لانه مش بس يعني حب كده للكتابة وحب للغة العربية لا الموضوع خرج بمنتج بابداع ادبي سواء روايتين او مجموعات قصية كم مجموعة قصية اربعة اربعة وكتابين اه الكتابين علوم طبسيط علوم طبسيط علوم اه طبسيط علوم طيب نتكلم طيب على طبسيط العلوم الاول عشان احنا لسه مشين في الاتجاه بعد ان نقول بقى الروايت بس كتابين طبسيط العلوم يعني انا انا ابتدي كتاب منهم لسه بقاله منشور بقاله اربعة شهور اسمه سفاري الى الجهاز المناعي قبل ما اتكلم عنه انا هقول بس حاجة ان انا بعتبر ان لو حد في عالم او باحث عنده الهواية الادبية وعنده النازع الادبية فانا بعتبر دي اكسجين الباحث فعلا اللي هي بتخرجه من القالب الاكاديمي البحث وياخد معاه بعض البعلومات اللي بيقدر يوظفها كويس فده حصل معايا في سفار الى الجهاز المناعي للطلاب المناعي عايزة تخيل وكرس من السهل يعني وكرس تطبيقي فالطلاب احيانا اول مدرس الكلام ده من فترة وجدت ان في صعوبة انه هما يقدروا يستوعبوا وهي ادوار دي خريج كذا وده خليج كذا وده ما يقرب والاخر فالإيد ده لا بيفهمه اكتر ومشجع اكتر فقولت طب ليه ما عملش ما يشبه المقرر زي كتاب او رواية فده عملته فلقى اعجاب كويس جدا التاني كتاب اكاديمي بس بيتكلم عن موضوع مهم جدا حتى سمناه زواج بوايدة وده مشاركة مع استاذي في جامعة عين شمس الدكتور محمد شهين الزواج بوايدة بيتكلم عنه التكنولوجيا الاطفال الانبيب من اول ما تعملت واول طفلة الانبيب وزا تطورت واول اخر حتى يومنا هذا فده موضوع برضو خاصة ان احنا بنحتفل في يوليو كان يوليو اللي فات بمرور 40 سنة في اول طفلة الانبيب اللي هي لويس براون الباقي بقى حاجات طبعا ادبية الروايات فاخية العلمي اللي هي وقت للبيع دي اول رواية اللي هي تاني في رواية في مجموعات قصصية في رواية حتى كان دي بتتكلم عن منطقة يعني عشوائية موجودة بالفعل بس بشيقول موجودة فين ولكن بحطافي قالب درامي وقالب انساني وقالب نقول اكشن برضو رائع جدا ما بين طبقة عشوائية جدا وطبقة اللي هي ارستقراطية وزا بيتقابله ايه الحوار اللي بيتم بين الأفراد هل ممكن حد من ده يتحول إلى ده او ده يتحول إلى ده اذا الظروف اتغيرت ففيه قالب رائع جدا جدا يعني لدرجة ان انا اتمنى انها تبقى فيه من الايام عمل درامي اه اه طب يعني كمان برضو لازم نشير يعني هو تقالفزت الكلام يعني انه تم تكريم من اتحاد الكتاب يعني الموضوع مش بس هوية وانه انا كتبت روايتين ومجموعة قصية وخلاص على كده لا الموضوع يعني دكتور محمد لبيب سالم شغال فيه وصل انه بقى عضو اتحاد الكتاب يعني الكاتب الباحث العالم دكتور محمد لبيب سالم لما نيجي نتكلم على المناعة ونسأل حضرتك مش بشكل بقى يعني صعب كده ويعني علمي معقد لا بتبسيط العلوم تقول لنا سفاري نروحوا للمناعة ونعمل ايه عشان نقوي جهاز المناعة عندنا المناعة الخلايا المناعة المناعة هي الخلايا المناعة ده احنا احنا كمشاهدين اه طبع نمناجه بالعلم خالص فارجوك تبسيط العلوم بقى مناوولها بهذا الشكل الجهاز المناعة هو خلايا مجموعة حوالي 13 نوع من الخلايا كل خلايا لها دور باعي الخلايا دي بتحب جدا جدا اي شي طبيعي بتعشق اي شي طبيعي وتقرى اي شي اذير طبيعي يعني تقرأ قلة النوم الخلايا المناعية تقرأ الصهر تقرأ التفكير لأنه وجد أن عليها مستقبلات للتفكير وهو الأخير فبتخليها بتصبتها تماما يعني فعكسها تماما تلقى كويس الأكل مثلا على سبيل المثال الشرب وهكذا فأي شيء يخلي الإنسان ريلكس خلايا المناعية تبقى رائعة جدا جدا أي شيء مغازي طبيعي وطبعا دي لسة قائمة جدا جدا زي أي مادة اللي هي العصائر الطبيعية كانت على سبيل المثال التفاح نابات القشطة الرنفل كل المجموعة دي اللي هي بنسميها مضادات الأكساد لأن خلال المناعية بيزعجها جدا لما تتحط تحت ضغوط نفسية أو تحت ضغوط عمل وفي نفس الوقت يعني إحنا ندور على الحاجات اللي هي مضادات الأكسادة دي بتأوي المناع آه بالزبط دي بتأوي المناع جدا وتكون في حاجات طبيعية ولا أدوية ناخدها لا لا حاجات طبيعية حاجات طبيعية لأن تقويت وحدك قلت دي موجودة في القرفة آه موجودة في القرفة في نبات اسمه القشطة ده ده رائع جدا مقوي جدا للمناعة موجودة في القرنفل آه موجودة القرنفل مش قرنفل والقرفة لا الاتنين الاتنين آه قلت معي كد آه لا لا في الاتنين آه فكل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من من نباتات خضرة اللي احنا بنقولها لأننا يعني بشوف ان في ناس كتير جدا بدأت بتعتمد على اللي هو الفاست فود هو ده بيكرهه الجهاز المناعي آه إنما أي شيء آه أي أكل وإحنا في مصر غنية جدا جدا الماية مثلا لازم لوحدة يشرب مياه كتير جدا الخلايا المناعية تحب جدا جدا لأنها بتتكاثر آه بيحصلها تضاعف بصورة كبيرة جدا في نفس اليوم وبتتخلق من النخاء العظم وبتخرج من النخاء العظم يوميا ملايين بتخرج إلى التخال وهواء والأخر فدي محتاجة آه دايما آه اللي هو اللي بقوله عليها الأنتو أكسيدنس أو المضاد الأكسيدنس ومحتاجة مياه كتير جدا ومحتاجة أكسيشن كتير جدا فلازم يبقى فيه آه جزء آه لدرجة إن فيه ناس كتير جدا بيأحيان بيأخذوا جرعات أو يعني جلسات من الأكسيشن اللي هما بيجروش يعني آه فأتصور دايما الخلايا المناعية تحب الحياة الطبعية بعيدة عن آه الاسترس أو ضغوط نفسها بعيدة عن قلة النوم آه بعيدة عن النكد لأن النكد ده لأي حد أكيد هيصبت الخلايا المناعية دايما وبرضو حتاك شغالة على يعني مرض السرطان فكمان يعني آه نصايح لي أنا مش عارفة إذا كان تبقى آه وقاية أو مناعة أو إن إحنا آه يعني حتى لو في مريض السرطان يعني يتعامل إزاي يقوي جهاز المناع عنده إزاي هو نفس العوامل اللي أنا قلت بتزاود جهاز المناعة هي برضو في السرطان ولكن طبعا السرطان لأنه بيبقى مرض يتكون خلاص ففيه حاجتين اتنين فيه ناس اللي ما تكونش اللي هي سليمة وخيء والمفروض بنسميها اللي هو الوقاية 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 النمال اللي جاله السرطان ده لازم يتعامل بطريقة خلاص ده مرض ولازم يتعامل معاه من قدرش نقول حتى لو خد أعشاب بتقوي جهاز المناعة تبقى حاجة مساعدة لكن لازم يتعامل معاه باسلوب العلاجي المتعرف عليه أنا أقضي مع أكيد طبعا مع العلاج يعني مع العلاج أو جهاز المناعة هي نفس العوامل نفس العوامل اللي أنا قلت عليها لها هي الطبيعية ديت ولأخره وإنما لو حد بقى يعني اتضح مسلا على سبيل المسال إن أكل الفيش أويل أو الأوميجا سري أو ده بيمنع بصورة نقول كبيرة جدا في الدراسات كلها أثبتت وأنا اشتغلت على هذا الجزء 95% الناس دي ما بيجي لهمش كلهم اللي هو سرطان القونون ولا المعدة بدليل إن في ناس اللي هما في الإسكيمو ما بيجي لهمش أي سرطان خالص لأن عايشين حياتهم بطبيعتهم يعني على الأوميجا سري الأوميجا سري دي يعني إذا كان مش هناخدها دواء بس يعني في الأغذية زي إيه؟ لا ده هي حتى بتتباع دلوقتي بتتباع ككابسول لكن الأكل السمك يعني لازم وجبتين في الأسبوع سمك فده لأن السمك جاني قوي بالأوميجا سري لا يعني أنا قصدي لو محدش قادر يشتري أدوية يعني طبيعي آه هي غنية السمك غني جدا بيها آآ أي نوع من السمك يعني غنية طبعا فيه اختلافات ما فيش أنواع معينة لا فيه طبعا زي تونة مثلا زي اللي هو اللي هي الأسماك البحرية عموما بيبقى فيها نسبة أكبر يعني فأنا أنصح بصراحة بالأوميجا سيكس والبعد عن الزيوت النباتي لأن دي اسمها أوميجا سري التانية أوميجا سيكس السري دايما بتبقى مفيدة جدا جدا للمناعة جدا عكس تماما الأوميجا سيكس متوصل يعني يعني بقى ناخد فاصل أخير وقبل الختام بس نفهم بقى إيه نبعد عن الزيوت الطبيعية النباتي 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 الزيوت النباتي آه نباتي آه بعد الفاصل موسيقى موسيقى مصرعة على بينا الفترة الجيالينا نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة الصح هايب عادة بالمرحب فكري ست طارقنا هيعدينا ايدي في ايدك نكسر كل الحدود وهتفضل بينا دايما أم الأوطان موسيقى مصرعة على بينا الفترة الجيالينا نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة الصح هايب عادة موسيقى 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 يعني نركز على أوميجا 3 ونبعد عن أوميجا 6 اللي هي الزيوت النباتية بعض الزيوت النباتية ونركز جدا في الثمن البلدي والزبدة وزيت الزتون طبعا وزيت السمك دكتور محمد لبيب سالم عنده مدرسة علمية أشرف على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بيتعامل مع الطلبة وزي ما هو قال أنه لما بيتعلم حاجة بيجي مصر عشان يعلمها للطلبة وينقل تجربه فخلينا ننقل تجربة وخلاصة مشوار رائع حضرتك قدمته لنا بس نقول إيه لشباب الباحثين هو البحث عن التميز والتفارض مش لأجل الزت لأجل الآخرين وفي النهاية بنعكس على الذات نفسه فهو ده الكابسولة اللي أنا أنصح بها نفسي وما زلت والآخرين أنه ما يبقاش يبقى مختلف بس مش مختلف كبرياء أو لا 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 مختلف إنه ما يبحث عن شيء جديد مش موجود ويتميز فيه ويسقله ويطوره ده يبقى رائع جداً لو في نسبة كتير عملت كده أتصور ده هيؤدي إلى تطور كبير جداً في مصر أستاذ دكتور محمد لبيب سالم شكراً لحضرتك وألف مبروك الجهزة مرتاً أعزائي المشاهدين بشكركم في النهاية وإلى اللقاء وحلقة جداً برناميكم وعلماء من بلد موسيقى موسيقى موسيقى